ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله ويأتي اعتقال متهم بعد نحو أسبوعين على ارتكابه جريمة صارقة بالخطفة استهدفت سائحة أجنبية بالقرب من حضيقة ماجوريل بمقاطعة جيليز ويظهر مقطع فيديو تم تداوله على صفحات مواقع تواصل الاجتماعي تفاصيل العملية الإجرامية التي ارتكبها اللص الذي كان على متن ضراجة نارية يامها حيث عمد إلى سلب الضحية الستينية التي كانت بمعية فوج من السياح حقيبتها التي كانت تتأبطها ما أدى إلى سقوطها على الأرض بفعل جذبها بقوة وتضيف نفس المعطيات أن الضحية انهارت بفعل هذا الفعل الإجرامي وكاد أن يغمى عليها وقد تدخل عدد من السياح لمساعدتها قبل التوجه إلى مقار الدائرة الأمنية الثانية والعشرين لوضع شكايتنا في الموضوع